تمكنت دائرة الاستخبارات بقوات الدعم السريع بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات وإدارة متابعات التهريب بوزارة الداخلية ومن خلال 539 عملية مختلفة للعام 2022 من ضبط عشرات القطع من الدوشكا والعربات وكميات كبيرة من البضايع و350 قنطارا من مخدر البانغو وعشرات المضبوطات من مخدر الايس أوضح لواركنا الخير عبدالله إدريس رئيس دائرة الاستخبارات بقوات الدعم السريع خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي أقامته دائرة الاستخبارات بالدعم السريع أن تلك الضبطيات تم تنفيذها بالتنسيق مع القوات النظامية والأجهزة المختصة بقوات الشرطة معكدا جاهزية قوات الدعم السريع لكل المهام التي تكفل بها من قبل القائد العام للقوات المسلحة وقايد قوات الدعم السريع على مستوى العمليات ذات الطبيعة الخاصة وبشر المجتمع السوداني بأنهم قريبون منه ومن همومه